لا زمام ولا خطام رواياتهم وتربوا على أيدي بني أمية والكذب والعنصرية والاهتمام بالصغائر لأمور غالباً الأحاديث لتتحرم الصغائر شامية الغناء والأسبال والأظافر لأن يستميحون ديم علي وعمار يا سلام ويلعنوا على المناظر بس الأشياء الصغرى هذا الشيطان ترى يشغل بها الشيطان كما قلت إذا واحد ما يفهمه هو يشغلك بالأشياء الصغرى حتى تشعر أنك ما شاء الله كيف فلان ما يحرم الغناء وهو يستبيح عن أمثال الإمام علي وقتل مثل عمار فلذلك تشدد سليمان بن عبد الملك تشدد في الغناء هو أول من تشدد في الغناء حتى أنه أرسل لوالي المدينة أن يحصي المغنين فخصاهم أخطاء الكاتب أحصي المغنين فكتب أخصي أو قرأة أخصيه في قصة يعني على أي حال كان يتشدد ظلمت بني أمية يتشددون في الغناء حتى يظهروا الشرعية لأن العامة مساكين يحبون مثل هذا أنه ما شاء الله عليه حتى الغناء كذا وهذه طبعا الوعي التاريخي دخلتنا من الاهتام بالقرآن إلى أن الحديث لا يغركم الجرح والتعديل إلى محاولة ترتيب هذه القصة لما ذكرنا الغناء والإسبال والثوب وكذا المؤلفات في التصوير وتحريم التصوير الآن أظن حولي 35 رسالة بس المؤلفات عن الشهادة لله ولا كتاب المؤلفات عن الصدق ولا كتاب المؤلفات عن القلب ولا كتاب عن العقل ولا كتاب الأشياء العظمى التي الله عز وجل أكدها ليس فيها مؤلفات لكن مؤلفاتنا عن الاختلاط وعن هذا نكس للدين رأسنا على عقد ويجب أنت إن كنت مسلما ومسلما لله عز وجل أن ترتب اهتماماتك كترتيب الله كما قلنا الإيمانيات الواجبات المحرمات المحرم أن تضعه في مكانها الذي الله وضعه فيه عندما يضع الله المحرم في مكان معين فتنزله من مكانها أو تزيد أو الواجب وتتصرف فيه أن تتصرف هنا في ترتيب الله لأوامره ونواهيه وشرائعه والعقائد والإيمانيات التي أمرنا بها والقيم التي أمرنا بها